رقص فلكلوري وأغاني تراثية مستوحات من البيئة البدوية كانت شاهدا على ختم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي في دورته السابعة والعشرين الليلة السادسة عشر والأخيرة شاهدت حفظا لفرقة العريش للفنون الشعبية بهدف تقديم الفن السينوي في قالب عصري شرف لنا عمتنا ومجل فرقة أننا نشارك مهجان محكة القلعة وشرف لنا تحدي فنة العريش بتوصل رسالة سلام لمحافظات مصر كلها أن العريش بلد الأمن والأمان العريش فيها فنانين ومبدعين ومثقفين وهو قدام حضرتك شبت الفن السينوي على أصوله قدامك حضرتك السنة دي كان عندنا دولة السين جابت فرقتين متميزين جدا كان عندنا المكسيك وبنما وفلسطين ونعتبر أن الفنان مجد القاسم سوريا يبقى عادي كده عندنا سوريا كمان فيما كان لختام المهرجان مسكن بتقديم مجموعة من أغاني المطرب المصري متحة صالح والتي اشتهر بها خلال مسيراته الفنية نحن بنتلع في دماغنا حاجات كثيرة هاوي بس البروغرام بتعمل ساعة الناس لأنه ساعات بيبقى في دماغنا نعمل كذا ونحس أن الجمهور يفضل كذا تاني أكثر من ثلاثين عرضا موسيقيا وغنائيا شهدها المهرجان الذي انتلقت أولى فعلياته في الثاني من أغسطس الجاري طوال ستة عشر يوما من الغناء استقطب هذا المهرجان شرائح متنوعة من مختلف الطبقات ما جعل من القلعة مكان مشاعن بطاقة إيجابية يأمل معها هؤلاء المواطنون إلى تكرار الحدث أكثر من مرة بالعام كريم شيخ الغد القاهرة ترجمة نانسي قنقر